موسيقى 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 الناس يالله اللي التحقوا بنا نعود نذكركم اننا كان ناقش وحد الموضوع اللي يعني در وحد ضجف منطقة اقليم شتوكا ايتبها حيث اهتزت منطقة ايتوا درين باقليم شتوكا ايتبها على وقع فاجعة اليمة اطرأ اصابة عدد من الاشخاص بينهم اطفال صغار بتسمم غداء جماعي باحد المواسم الدينية او ما يعرف بالمعروف لدى الامازيخ يعني هاد المعروف كيددرف اغلب يعني البلدان او المناطق الامازيغية كيف ما نقول بتمازيرت كيددر واحد الموسم ديني سنوي لكيسميه في المناطق الامازيغية بالمعروف وهنا في المعروف اللي الدرف منطقة ايتوا دري مو بالضبط يعني واحد البلاصاكي يسميه ها ايت فارس كان الدار عندهم واحد المعروف على ما اضن يوم الاثنين اللي تسبب اغلب ديالناس تصابوا بتسمم غدائي واغلب هاد الناس اطفال صغار لم يتجاوز سن ديالهم سبعتاشر سنة متمنى بتعطيونا الرأي ديالكم في هاد القضية اه يعني شكون نمسئول اه في نظركم من ينمسئول على هاد الفاجعة من نمسئول على هاد الشي اللي وقاع في اقليم شتوكا ايت بها والناس اللي عندهم تجارب مع هاد الشي ديال اه التسمم غدائي بغينا اشاركم معنا التجارب ديالهم والآراء ديالهم اه فمرحبا بكم متابعين الكرام مريمتي حيحيت كتقول شنو واقع اختي الكريمة كيف ما قلت في البداية اننا نحنا كنناقشوا واحد الموضوع اللي ضردجة في اقليم شتوكا ايت بها وبالضبط في جماعة ايت ودريب حيحيت وقعت واحد الفاجعة واحد تسمم غدائي جماعي الناس ديال ديال منطقة اللي تصابوا به التسمم في واحد المعروف او اللوالي مدينية عندهم في المنطقة واحد المسلم اللي كيدر كل سنة عندهم على ما اظن بمناسبة ذكر المولد النبوي الشارف وهنا يعني جاتهم ناس كلاو تمكين على ما اظن الكسكس وتصابوا بتسمم غدائي كل واحد فقش جاتوا ديك فقش حص بالاعراض ديال تسمم يعني والاعراض ديال الاعراض اللي جاتهم بينها التقي والاسهال واللي الناس اللي شد فيهم هادشي بزف هما الاطفال الاطفال قل من 17 سنة هما اللي تصابوا بزف وخاف الحقيقة جونا معلومات من المصادر خاصة ديالنا منتما ان الاغلب يعني كل شي تصاب يعني 90% ديالسا كنت تصابط به التسمم ولكن كل واحد على حسب المناعة دياله كل واحد كيفاش على جرسه كين يحس بهذا الاعراض مورة يعني ثلاث ساعات اني تصاب بها من بعد نهار كل واحد فوقاش حس بهذا يعني بهذا الاعراض فكيفما قلت ان الحصيلة الرسمية حسب مصدر طبي مسؤول اللي درنا معاه واحد الروبرتاج داخل المستشفى الاقليمي بمدينة بيقرا قال لنا بانه هناك خمس حالات لجوهم المستشفى خمس حالات يعني لحدود اللحظة اللي درنا معاه الروبرتاج جتهم خمس حالات الحالة الاولى اللي في العمر الدياله 15 سنة فارق الحياة دياله في المستشفى بسبب هد يعني تسمم الغدائي وباقي اربع اطفال كيتلقوا العلاجات الضرورية ديالهم ثلاثة منهم باقي في المستشفى الاقليمي بمدينة بيقرا واحد كين في المستشفى الجهوي الحسن الثاني مشاهدين الكرام كانت منى تفعلوا معنا وتفعلوا معنا في هاد الموضوع اللي صراحة يعني ضردج كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي هنا بسوس وبالضبط باقليم شتوكا ايدبها اللي عندو تجربة مع هاد تسمم غدائين بغيكم تشاركوا معنا تجارب ديالكم والنصائح ديالكم لأي واحد تعرض لها التسمم فامرحباب لكومنتر ديالكم ام ادم كتقول واش كل شي كله ونفس الكسكسو اكيد وختي كل شي كله ونفس الكسكسو لان هذا واحد الموسم ديني وكيتسمم في البلدان يعني في المناطق السوسية بالمعروف هاد المعروف كيتدار في كل سنة كيتدار عندهم هذا المعروف كيتجمعوا كل ساكنة ديال ديال الدوار كيتشمعوا كيتديروا وليمو وكيأكلوا مكلة واحدة اكيد كلهم كلوا من هاد الكسكسو والاغلب ديال الساكنات صابوا بتسمم غدائي والضحية الكبيرة هم الاطفال وما بينهم طفل اللي فارق الحياة ديالو ومخلي والديهم ساكن كي يعاني ومصدومين بهاد الفاجعة اللي وقعت لهم اللي وقعت الأخت الأخت أمال أمال كتقول سلم يمكن من الماء إذا كان من البيار لأن الصغار لأن منعتهم ضعيفات طروا الكبار خفيف يعني قدر ما يكون مشكل ديال لأنه مرسكني مع مدة طويل وما عمرهم تسابوا بعض التسمم ونستقبل أول اتصال السلام عليكم السلام عليكم أخي الكريم السلام عليكم أخي الكريم الحمد لله أنت معنا دبف المباشر أخي سوف ما فرح لأ أخي شوف تي في مرحبا بك معنا سيدي عمد أخي قدمني ناراسكم من إينا مدينك التابعنا أنت؟ انطلوا مرحب نفسك انت؟ هل تشلم في مشكلة جيدة؟ كانت سكينة أيتورير مرحبا بك أخي الكريم لديك شيء تدخل؟ لديك شيء تدخل؟ هل يجب أن يتحرك بك في أقليم؟ وبالضبط في اي توادريم كينين يعني واحد مجموعة من السكان دار واحد موسم ديني او المعروف يعني كي يقولوا لي في المنطقة ديالهم المعروف دار واحد الوالي موت وتصابوا كاملين بتسمم غذائي ومنهم خمس الأطفال ومنهم خمس أطفال اللي مشوا المستشفى وواحد فيهم فارق الحياة دياله في السن دياله 15 سنة. شنو الرأي ديالك اخي الكريم في هاد الفاجعة. صراحة شي حاجة يعني مؤلم يعني واحد. صراحة فاجعة مؤلمة يعني بش. شنو الرأي ديالك يعني عرفتي واحد من الأقارب ديالك تصاب بتسمم غذائي. لا لا ما عمرني سمعتنا بش. شنو الرأي ديالك يعني هاد العام ولا هاد المشكل بزاف. شنو الرأي ديالك يعني هاد المشكل بزاف. شنو تبغي تقول هاد الناس يا اخي الكريم الناس اللي تصابوا بتسمم غذائي. امين يا ربي شكرا شكرا اخي الكريم. امين يا ربي شكرا اخي الكريم شكرا الاتصال ديالك شكرا برك الله وفيك. شكرا اخي الكريم. كنشكره الاخ الكريم المتابع ديالنا من ايتورير وتحية كبيرة لكل ساكنة ايتورير والضواحي ديالها. ام. مشاهدينا الكرام نعود نذكركم اننا كان ناقشوا وحد الموضوع اللي ضر دجة في اقليم شتوكها ايتبها وبالضبط في منطقة ايتوا دريم. يعني في واحد المسمديني او ما يسمى بالمعروف كانت واحد الوليمة اللي تصابوا من هالناس اغلب سكان بتسمم غدائي والضحية الكبيرة هم اطفال لم يتجاوز سين ديالهم 17 سنة ومنهم محطف اللي فارق الحياة دياله في سين دياله 15 سنة انتمنى تفعلوا معنا الاخوان انتمنى تحكيوا لنا تجارب ديالكم مع هالتسمم الغدائي انتو الى كانش واحد من الاقارب ديالكم تصبيها او اللي عندو شي حل لانك في مقال اخ سمع بزاف ديالناس هاد السنة كي يجيهم هالتسمم الغدائي بغينا معرفو مناش وشنو الاسباب وشنو الحلول فانتمنى وتفعلوا معنا اخواني الكرام ام ادم كتقول انا لا اظن انهم الكسكسو كانظن من الحم ولكن كما قالوا يا اختي الكريمة انهم هما بنفسهم دبحوا البكرة يعني بقى الحم جديدة يعني ما كانظنش ربما مستبعد ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لكل ساكينة منطقة ايت ودريم لتصابوا بهد التسمم اشتركوا في القناة ومعنا اتصال اخر اخواني الكرام السلام عليكم 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 نتمنى تفعلوا معنا مشاهدين الكرام وتشاركوا معنا التجارب ديالكم مع هاد مشكل ديال التسمم الغدائي ونتمنى الشفاء العاجل لكل ساكنة اللي تصابوا بهاد التسمم في منطقات ايتوا دريم وكذلك نتمنى الشفاء العاجل لأطفال اللي باقي في المستشفى كي يتلقوا العلاجات الضرورية ديالهم وتعزين الحارة الأسرة الكريمة ديال الطفل اللي فارق الحياة دياله فتعزين الحارة لهم ونتمنى ربي يصبرهم ويبقف معهم هندي نجات كتقول انا كنقول شي وحدة عندك الحاجة قديمة لوحها تقول الى ما قتلت تسمم دائما الحاجة القديمة يعني ما كنش ان الانسان يتناولها ويتفادوا الحاجة اللي فيها شك فان شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لهاد الناس الحسن الدمسيري كيقروا بمسك سوداز التاريخ دياله احنا ما عندناش تشي معلومات يا اخي الكريم كينا جهات مسؤولة اللي يعني هما اللي مسؤولين على هاد الشي وغيديروا التحاليل ديالهم وغيد يعرفوا السبب الرئيسي احنا غير وصلنا يعني المعلومات اللي توصلنا بها من خلال يعني مصادر خاصة ديالنا من ذيك المنطقة وحسب المصدر طبي مسؤول داخل مستشفى الاقليمي لمدينة بيقرال اللي اعطنا الحصيلة ديالهد الناس اللي تصابوا بالتسمم الغدائي ما حاجة اخرى احنا ليست لنا اي معلومة لها لا عرف رشيد كيقل الله يشافهم ويعافهم ولكو الاداء امين يا اخي الكريم كنت منو لهم الشفاء العاجل عبد الواحد كيقل الله يشافهم ويرحم ووتاهم اللهم امين يا اخي الله يشافهم والله يرحم طفل اللي مات مسكين والله يصبر والديه مشاهدين الكرام كانشكركم عن المتابعة ديالكم وعلى تعالق ديالكم كانشكركم مرة اخرى وكانقول لكم ليلة سعيدة انطلقوا في بات مباشر اخر مع موضوع اخر باذن الله تعالى وبركاته الى الملتقى